افتتح أمير منطقة الجوف اليوم مشروع جسر الملك خالد في مدينة اسكاكا بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال ويقع المشروع على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك سلمان بطول 705 أمتار وعرض 17 مترا ويشتمل على مسارين للطريق في كل اتجاه طريق خدمة مسار في كل اتجاه ليصل العرض الكل للطريق لأكثر من 39 مترا ويمتد المشروع بطول كيلو وخمسة وثلاثين مترا تفاصيل أكثر ينضم معنا من اسكاكا مراسل للإخبارية عبد الرحمن إبراهيم أهلا بك عبد الرحمن مساء الخير إذن نعلك تحدثنا بتفاصيل أوسع عن همية هذا الطريق وهذا الجسر بشكل عام أهلا بك أحمد بالفعل هذا الطريق يعتبر شريان رئيسي لمدينة اسكاكا يربط شمالها بجنوبها هذا الطريق تقع عليها العديد من الجهات الحكومية ويمتد من أطراف مدينة اسكاكا حتى وسطها امتدادا إلى وصوله إلى جامعة الجوف ومطار منطقة الجوف والعديد من الجهات المختلفة كما أشرت في مقدمة هذا الخبر هذا الطريق يعتبر شريان رئيسي وهذا المشروع بالتحديد الذي نقف بجواره يعتبر واحد من المشاريع البارزة التي ستيسر الحركة المرورية لأهالي المنطقة والزوار في وقت واحد أبرز سمات هذا المشروع الذي دشنا سمو أمير المنطقة صباح اليوم هو نسبة الإنجاز التي سبقت الوقت الفعلي لنهاية المشروع لعلي أستفيد بالمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا المشروع مع وكيل الأمير المنطقة للمشاريع والتعمير المهندس محمد بن أحمد الإبراهيم بداية أهلا بك مانا على نشرة النهار لعلي أبرز سمات هذا المشروع هو نسبة الإنجاز السريعة الوتيرة السريعة التي عملتم عليها كيف كانت حتى افتتاحها حياك الله أخوي عبد الرحمن وحياي السادة المشاهدين في كل مكان في الحقيقة الفترة الوجيزة التي أنجز بها المشروع كان ثمرة استغلال أمثل لفترة التوقف التي مرت فيها المشاريع أثناء فترة كورونا حقيقة كان المشروع في ذيك الفترة في أوج العمل كانت مسيرة العمل مستمرة وهذا الذي ساعدنا في أن نحقق هذا الإنجاز بالوقت هذا لعلنا نعرج على تفاصيل المشروع الهندسية طريقة الربط ما بين الطرق التي يقع عليها هذا المشروع وخدمة للأحياء حقيقة المشروع أول شيء نتكلم عن موقع المتميز نحن نتكلم عن محور رئيسي يربط شمال مدينة في جنوبها ويخدم العديد من المعالم فيها المشروع هذا هو حلقة من عدة حلقات راح تستمر بإذن الله لتحويل هذا الطريق إلى طريق سريع رابط يزيد من موثوقية واعتمادية شبكة الطرق في مدينة اسكاكة المشروع هذا يمتد بمسافة كيلو وثلاثمائة وخمسين متر بمسارين في كل الاتجاهات مع دوار أسفل الجسر لخدمة المحاور الأخرى للمدينة وطرق الخدمة المشروع هذا كلف تقريبا 32 مليون ريال تم زراعة أكثر من 200 شجرة حول المشروع مثل ما ذكرنا يخدم قطاع كبير في المدينة ويزيد اعتمادية الشبكة شكرا لك تتمنى لكم التوفيق في هذا المشروع وغير من المشروعات أعود لك أحمد وكما أشار ضيفي لعل أبرز ما يميز أيضا افتتاح هذا المشروع وتدشينه هو تزويده بالرقع الخضراء أكثر من 200 شجرة مزروعة في هذا المشروع وهو من ضمن تحسين المشهد الحضري لهذا المشروع وغير من المشروعات التي تقوم عليها أمانة المنطقة جميل عبد الرحمن كم استغرق من وقت تنفيذ هذا المشروع التكتمالي وافتتاحي هذا اليوم أبرز القام حول الفترة الزمنية هذا المشروع أحمد هي قرابة سنتين تقريبا المدة الزمنية للمشروع إلا أن الإنجاز استمر على مدى سنة وقرابة ست أشهر تقريبا أو إلى حد أقصى سبعة أشهر هذا الإنجاز استقبل أهالي منطقة الجوف بالعديد من الفرح والبهجة نظرا لأن هذا الطريق وقت العمل فيه شكل مع التحويلات الجانبية له شكل بطء في الحركة المرورية والربط ما بين الأحياء إذا ما تحدثنا عن الأحياء الجنوبية لمدينة سكاكا والأحياء الشمالية نسبة الإنجاز وتيرة العمل في هذا المشروع والتي سرعت من افتتاحه وتتشينه اليوم هي جاءت ثمار جاءت ثمرة لمتابعة أمانة منطقة الجوف لمشروعاتها وبالذات هذا المشروع الحيوي أيضا سمو أمير المنطقة قبل عدة أشهر وقف لمتابعة هذا المشروع ومتابعة سير العمل فيه وهو ضمن اهتمامه بمختلف المشروعات التنموية واسمح لي أن أشير لك أحمد أخيرا على انتداد هذا الطريق طريق الملك خالد تنفذ أمانة الجوف أيضا مشروع آخر ويجري الآن قيد التنفيذ وهو يعتبر نفق سفلي لهذا الطريق والذي تسعى الأمانة لتحويل هذا الطريق طريق الملك خالد إلى طريق سريع يخدم زوار المنطقة والأحياء الواقع عليه وأيضا الأهالي في ذات التوقيت جميل أنا أشكرك كده عبد الرحمن إبراهيم من منطقة الجوف شكرا جزيلا لك